حديث من صلى الصبح في جماعة ثم جالسه يذكر الله حتى تطلع الشمس الآخرين صحة هذا الحديث؟ حديث أناس بن مالك في الترمذي وغيره ضعفه كثير من أهل العلم لضعف إسناده إلا أن سنة البقاء في المسجد إلى طلوع الشمس ثابتة في الصحيح في سعر من مسلم من حديث جابر بن سمرة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس فيه مصلى يذكر الله حتى ترتفع الشمس حسنا فهي سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم وهو من الوقت المبارك الذي ينبغي أن يحرص عليه المؤمن بعمارته سواء في المسجد أن يتيسر في مكان الصلاة بالنسبة للأخوات حتى لو خرج أو تحركت المرأة لحاجة أو غرض أو ما إلى ذلك يشتغل بالذكر فهو وقت ذكر لله عز وجل نسأل الله أن يعمرها قلوبنا بمحبة وتعظيمه وألسنتنا بذكره وإجلاله بس أؤكد على الموضوع أنه خاص بالرجل لا لا ليس خاصا بالرجل بل هو سنة المكث المصلى لذكر الله عز وجل فيما يظهر لي أنها عامة